تلات حاجات تساهل عليك ترك معصية القطيع والشحناء مع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد. طبعا الامر ده تقريبا اغلب الناس واقع فيه. لازم كده واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة في بينه وبينه مشاكل. وقطيع وشحناء. طيب الموضوع صعب. انا عايز اساهله عليك بتلات حاجات. اول حاجة المسامحة مش شرط. يعني هو ظلمك وازاك ودرك. ماشي. بس انا مفيش شحناء وقطيع بسلم عليه وبتعامل معه. طب انا مش مسامح ينفع. وحقك متسامحش. لكن مش من حقك او لا يجوز شرعا اللي انت يكون فيه قطيع بينك وبين حد مسلم. يعني ينفع يكون مش مسامح واتعامل معه ينفع جدا جدا. ما فيهاش حاجة. اتنين لو الحب. الحب مش شرط. يعني انا مش طيق اي جدع. انا ازاي يتعامل معه. ينفع تتعامل مع واحد مش طيق عادي. ات ما بتحبوش. برضو الحب ده مش فرض عليك. لان الحب ده حاجة قلبية احنا مش متحكمين في قلوبنا. فشخص انا مش بحبه مفيش مشكلة بس فيه تعامل. مفيش قطيع ولا شحناء. ايه ده وده مش نفاق. لا مش نفاق على الاطلاق. بالعكس ده دليل اللي انت منصاع ومنقاض لحكم ربنا. يا رب انا مش بحبه. بس انا عشان اوامرك يا رب بتعامل معاه. مفيش قطيع ولا شحناء. تلاتة ان مش لازم يكون فيه تعامل وود وترجوع للعلاقات كما كانت. تقول لي انا تعاملت معاه وتضريت. فانا مش عايز ارجع العلاقات. لا ارجع العلاقات بدون قوة علاقات. يعني حجم ولا تقطع زي ما بنقول دايما. يعني كان بيخش البيت وعملك خلاص ما فيش دخول البيت. بس فيه سلامات فيه اتصالات فيه معاملات. يبقى تلات حاجات يا اخوانا مش لازم تسامح مش لازم تحب. مش لازم ترجع العلاقات زي الاول. المهم يكون فيه تعامل يقطع فكرة اه اللي بينك ومن حد مسلم اي قطيع او شحناء انا بتعامل مع الناس كلها. عشان ربنا امرني ان ما يكونش فيه قطيع او شحناء او خصومة بيني وبين حد مسلم. دعم الفيديو بالشير والاقم من شراك في القناة. شوفكم مرة الجاية والسلام عليكم.